شايفيتك من كل نواحي الحياة كنت كاتم بداخلك كنت عم يعني ما عم تعبر خلينا نقول مع انك انت من الابراج اللي بيعبروا اول باول اللي من الابراج الطيبين اللي بسرعة بيطلعوا اللي داخلهم ما عندهم اللي هو حقد او كزا كله بيطلعوا اول باول فلا شايفيتك هاد الفترة عم بتكون كتوم نوعا ما ولكن اخر الفترة رح تنفجر يعني انفجار من بعد صبر او من بعد كتمان كأنك بتحكي اسرار كأنك بتدافع عن حالك فاللي هي رح تنفجر بوجه الجميع يمكن فخلينا نشوف بشكل عام اول شي بشكل عام حلو برج الحمل اه شايفة فيه نوعا ما عم بتعمل توازن او بتحاول انك توازن بين حياتك خلينا نقول عملية اه وحياتك العاطفية الحمل يعني كتير بياخد مجهود او بيعطي مجهود بالعمل فشايفة انه عم بتحاول انك تعمل توازن اه يكون في عاطفة بالموضوع يكون في مشاعر اكتر فعم بتحاول انك توازن اه بين هدول الشغلتين كمان الصحة يعني عم بتحس حالك انه شوي عم بتكون صحيا السترس يمكن عم بيأثر عليك فعم تعمل اللي هو توازن مش بس بحياتك العملية والعاطفية لا كمان بالا بالصحة شايفيتك بتفتح يعني اه خلينا نقول بتفتح ابواب مسكرة كانت اه بوجهك اه عم تعمل اللي هو عم تغير علاقتك في الناس الناس اللي كنت تتأمن لها الناس اللي كانت اه موجودة في حياتك اه كانت بتصدر لك الاوهام او كزا عم تكشفهم اه او انت كاشفهم من اول ولكن عم تتزاكة عم اه تاخدهم على قد عائلهم اه بهاي الفترة لا بشوفك بتفتح اسرار بطلع اسرار اه اللي هو يعني كنت متحملهم هدول الناس بالزور ممكن يكون اه ع العمل او ع العاطفة اه او حتى من الاهل والاقارب يعني ممكن يكون اجتماعيا فعم تكشف اللي منيح عم تخليه في حياتك واللي مش منيح عم تطرده من حياتك عم تعمل اه كتير اللي هو اكشنز في هذا اله في هذه الفترة شايفة انه في اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا في مسلا مشكلة او شي انت بتتخيلوا انه هو سيء رح يكون اه بالعكس بصالحك اه رح شوي يعصف يعني اه على حياتك او رح تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون نعمل على فكرة اكتر شيء اه ولكن هذا بالعكس هذا رح يفتح لك اه ابواب تانية اه يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع اه فيه اللي هو بوم خلاص يعني بطلت تتحمل عم تغير من وضع لوضع عم بتغير اه شغل لشغل عم اه بيكون في عندك اه فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما يجي هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون اه طول الوقت شغل بالك في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك اه يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتمان اللي قلنا عنها اه بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت اه فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا اه من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب اه خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في اه موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح اه تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص اه ترمي كل شيء وارضها لك حاسة بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق فحاب بيغير باي وسيلة عم بيشوفه بيغير بالعمل بيغير بال بالعلاقات الاجتماعية عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل اه من الناحية العاطفية بشوفك اه واحنا رح نفتح على الحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون اه فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في اه تقارب بيناتكم ولكن في شي عم يمنع هذا التقارب في حاجز معين شايفي انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة اه لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية هون انا شايفة كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني موجودة عندك من من البداية دائما يعني اه ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة شايفيتك متسائل كتير هاي الفترة حياة جديدة اه وكأنك كنت في السجن يعني في اه سجن من الافكار وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية شايفي هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الافكار من بعد يعني اه من بعد حيرة من بعد اه محتار بين القرارات عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن اه حدا ولا عن شي تاني هادا الكرت مبين انه في كمان عاطفي اه مبين انه في اختلاف بينك وبين الحبيب او اه ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترئين بس الاكتر مفترئين عم بشوفك اه يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه ولكن الكرت طلع مقلوب فانت عم بتحاول انك اه تشيل هدول العوائق عم بتحاول انك تقرب المسافة بين اله بينك وبين الطرف الثاني فطاقة حلوة بالعموم هون عم بشوفك عم بتكون رومانسي اكتر اخر الفترة اللي هي ممكن تكون اول اسبوعين من اكتوبر شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شيء يمكن للطرف الثاني يمكن بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون رمزية اه ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير يعني حتى لو كان في شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير اه من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير شايفي الرئيس تبعك او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم بيكون اول شي كان يعني حاطك في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن اه عم تتغير هاي الافكار وعم بيعاملك بالعدل اكتر شايفي في توازن بالعموم من كل النواحي اه ورق ايجابي بشكل عام في شغلة في اخبار حلوة رح توصل لك من ناحية العمل والمال خلينا نشوف العاطفة مسلا شوم لبرج الحمل شوم خبيله هاي الفترة حمل الله يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي السبع سنين في ناس اكتر في ناس اقل فامورهم ان شاء الله رايحة الاحسن اتداءا من هاي الفترة اللي عم نفتح عليها خلي مقلوق ازان خلينا نشوف القراءة العاطفية. اول شي خلينا نشوف احلى كرت موجود انه في كار ما رح تتحقق لك فيه اللي هو الكون رح رح يكون فيه اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة يمكن عم تسير متدين اكتر يمكن عم تعمل هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف انه اكتر من فرصة رح تجيك غير موضوع الكار ما في عندك في العلاقة العاطفية كار ما رح تتحقق يعني حسب انت شو شو حاطت في بالك في ناس حاطين في بالهم مثلا كار ما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتزار مع تذلل مع في ناس يعني بنفسهم انه الكار ما انه مثلا يخلصوا من الطرف الثالث في ناس فحسب الكار ما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجع لك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فترة بدها وقت كمان بهذا الكارت عم بشوف انه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون في تطور عم بيكون في تحرك حياتك كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد ركود عم بيصير في تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية قلينا نشوف ما عم يطلع الكارت هون عم بشوف طاقة برج الدلو عم بتحاول طبعا حبيبي القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك او انت ما بعرف انت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول في النهاية انك تنسى هذا الشخص ولكن انا ما شايف في يعني ما شايف في ابدا ما شايف في اللي هو تشافي شايف في اجتماع بيناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات بالورق اللي فات الاختلافات اللي بيناتكم عم تتغير عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا اذا كنتوا توأم شو علي ممكن وصلتوا تقريبا لنهاية القصة اللي هي نهاية سعيدة بين عندي لانه هون تحتها بالضبط ايج عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحية شايف اتنين يعني شايف اتنين من بعد علاقة ثلاثية شايف اتنين الطرف التالت عم بيطير عندين شايفيتكم اتنين متل شخص واحد اتنين وكأنك انت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتزار او من خلال رجوع من خلال ارتباط فانا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في اه في الوراء اه هون بشوف طاقة شوي صبر اول الفترة رح يكون في عندك اه صبر معين بحب اخد كل كرتين اللي فوق بعض لانه مش ما بيجو فوق بعض يعني اه صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد اه عدائية يمكن بينك وبين شخص اخر اه عم بتكون انت الربحان او انت الربط من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك اه مساعدة من الكون عم بيكون في عندك اه روحانياتك هي شايفه ان روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك اه ادعية بتدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايفه فعلا في صلوات وفعلا في اه تقدم في الناحية الروحانية بما انه فاتحين على الطاقة العاطفية او على القراءة العاطفية اه فبشوف الدعوات منك اه اه ما بعرفها ايه الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق شو ما كان شكلها اه بشوف انك اه رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد اه مع انه فتحنا على العاطفة بس طلع لان كمان فلوس يعني اه كمان مال فعم بتكون اه لا يعني افضل اه ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في اخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها اه يمكن تكون مقدم على قرض يمكن تكون اه في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك يا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حق كمان مش من ناحية مالية بس لا زي ما ذكرنا قبل اه حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقك هون حكينا عن هذا الكارت اه اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس اه هيك معناته انه في استشفاء من العلاقة في اه نوع من اه عمل اه توازن يمكن بينك وبين اه اخير في هذا الموضوع فانت ما عم بتستشفي ما عم بتقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه. فشايفة الى الناس اللي بتستنى رجوع بالعكس هادول الكارتين عم بشوف كتير في رجوع. اه عم بتكون الطاقات مائية نارية بشدة يعني. وهوائية. شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة. اه لكن المائية اكتر والنارية اكتر كتير. يعني اغلبهم ناري. وطبعا برج الحوت. حبايبي برج الحمل. خلينا نشوف ازا. خلينا نشوف الاوراكل. شو بتقولنا في هذا الشهر? شو بتعطينا نصيحة?